تلقى حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله رفع سموه فيها إلى مقام جلالته السامية أسماء آيات التهاني وأطيب التبركات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك راجيا من الله عز وجل يحفظ جلالته عزا وذخرا وفخرا وسندا للوطن الغالي وكافة أبنائه ويمنى على جلالته بمفور الصحة والعافية والسعادة وطول العمر وقد بعث حضرته صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أعرب جلالته فيها عن أسماء آيات التهاني وأطيب التبركات إلى سموه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك مقرونة بخالص الأمنيات بأن يحفظ الله سموه وأن يمتعه بمفور الصحة والعافية والسعادة اشتركوا في القناة